لو لا احنا نساعدهم ما كانوا يقدرون يشكلون حتى هاي الحكومة ما كانوا أغلبية ليش ما سووا اشلون ساعدتوهم ساعدتوهم من خلال تخليكم عن الصدر لا لا احنا ما تخلينا عن الصدر صوتي احنا ما تخلينا عن الصدر احنا وقفنا ويا تحالف انقاذ الوطن الى اخر لحظة لكن السيد المقتدى لما اخذ قرار بسحب النوابة 73 من البرلمان حقيقة كان خطأ خطأ استراتيجي كبير جدا في تغديره والكل يشهد على لكن هذا قرارهم ونحترم هو هذا اللي خلانا انت تقول ساعدهم طبعا ساعدناهم مرة السرر انتم دخلتم بحكومة تشكيل الحكومة دخلتموها بشروطكم وباشتراطاتكم طبعا تدري ليش ساعدتو لا ساعدنا انفسنا وساعدناهم ايضا احنا ما التحالف الثلاثي اللي صار حقيقة هز اركان النظام كله لان كنا جايين بطرح جديد بحكومة اكثرية بمشروع اصلاح بمشروع تغيير وكنا ما تشيل على الطريقة السليم الا ان استخدموا القضاء واستخدموا كل المسائل والتدخلات لوقف هذا المشروع بدوها بيا بعدين بالاقليب بعدين بالثلث المعطب وحدة وراء وحدة ماذا؟ هذا الموضوع هذا التحرك اللي صار حقيقة نبههم نبههم انه بابا هاي القوة قوة حية هاي بتحالف او بتراجع اهنا وهنا ما راح تموت هذون موجودين لازم نشكل حكومة وطنية شاملة الكل يشارك فيها وهذا كان اساس مشروع اتلاف ادارة الدولة الماشية اللي ماسك الحقوق يعني انقاذ وطن كان واحدة من الاوراق التي لعبتم بها لا لإيصال أبس سؤالي لا حبيبي لإيصال الى القوى الاخرى انت شوف تقفز الى بعض النتائج جاهزة موهج احنا لما دخلنا تحالف انقاذ وطن بقناعة اكو ثلاث كتل فائزة بالانتخابات هاي الكتل تريد تتحالف وتشكل حكومة زين وهذه الحكومة تكون مسؤولة بالفشل او بالنجاح انت دول ارعب دون لا لا بس هذا التحرك بالتأكيد خوفه ولذلك هما ايضا ردوا لكم الرسالة الاطار التنسيق بالتلت المعطل ردوا الرسالة ردوا الرسالة من خلالكم ادري ادري بس بالنتيجة شنو حق الحق حسحس الحق لا لا بالاخرين مثل ما يقول الايرانيين لا بالضبط واحنا ايضا ساعدناهم احنا لما نشفنا انه والله هذا تحالف انقاذ الوطن مع الاسف تهاوى بعد انسحاب الصدر وايضا بعض الحركات الاخرى اللي ما كانت تعجبنا كانت تصير من وراء الكواليس لذلك من طرح هذا الخيار وطرحوا علينا جماعة الاطار التنسيقي وجوي اكثر من مرة عبروا عن استعدادهم لتنفيذ الاتفاقات واحنا سوينا هاي الورقة السياسية اللي هي برنامج الحكومة وده نمشي عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة